وفي الشرق الأوسط أيضا عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات أقرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس حزمة جديدة من العقوبات المنسقة على طهران في إطار القيود التي استهدفتها خلال الشهور الستة الأخيرة على خلفية قمع الحراك الاحتجاجي الذي عصف بالبلاد منذ سبتمبر أيلول الماضي وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها عاقبت أربع من قادة الحرس الثوري والشرطة الإيرانية لدورهم في قمع الاحتجاجات وشملت القيود الأمريكية شركة مختصة بحجب مواقع الأخبار وشبكات التواصل والتجسس على المعارضين في الخارج وبدوره فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية إيرانيين بينهم نائبان في البرلمان وضابط برتبة رائد في الحرس الثوري وأكد المجلس الأوروبي أنه من المقرر فرض عقوبات على شركة ضالعة في تنفيذ عمليات مراقبة لسحق المعارضة ودع الأوروبيون إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام أيضا من جهتها فرضت بريطانيا عقوبات على أربع من قادة كبار الحرس الثوري الإيراني وأكدت أنهم مسؤولون عن القمع العنيف وردا على هذا التحرك الغربي أدرجت الخارجية الإيرانية 17 فردا وأربعة كيانات بريطانية وأوروبية على قائمة العقوبات لدورهم في التحريض على العنف وفق ما أوردت وكالة إيران الرسمية الإيرانية اشتركوا في القناة